بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا ما زلنا مع أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما نذكر أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بنحس أن احنا وكأننا نغمسنا في تجليات ونغمسنا في بركات ونغمسنا في حكمة ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أتيت جوامع الكلم وجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم مش بس تجمع الأحكام الفقهية لكن كمان بتجمع أنوار الحياة وتفتح علينا بركات وفتوح في مسارات حياتنا لا يمكن نتصورها أبدا ساعات كتيرة لما بقى أرى حديث من أحاديث رسول الله عليه وسلم وتأمله أحس أنه بيلمي شتاتي وكمان بيجمع علي أموري وساعاتي خرجني من الدي مجرد النظر في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن يكون دوت هو الفتح فتح كبير في حياتنا والحديث اللي معنا النهاردة من هذه الأحاديث حديث أصل من أصول هذا الدين حديث بيرويه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه هذا الحديث حديث سنتناول قراءته بشكل مختلف النهاردة أول شيء لابد أن احنا نعرفه أنه ليه الحديث ده أصل من أصول الدين ليه الحديث ده زي ما قال كثير من العلماء أنه هو ربع الإسلام عارفين ليه؟ لأنه إحنا عندنا ثلاث أربع أشياء الربع الأولاني حسن الإسلام الربع الثاني عدم التوفية بمقتضيات الإسلام الربع الرابع الربع التالت هو الصمت وعدم فعل شيء الربع الخام الربع الرابع هو أن الإنسان يسيء التصرف فكان الربع الأكبر اللي بتكلم عن الإسلام لأن الإسلام عالي كل ده هو ربع حسن الإسلام وكان الإسلام فيه أربع درجات أعلاها حسن الإسلام أعلاها ده اللي فيه الحكمة لأن الحكمة بتكون فوق في الأعالي فعندنا أربع درجات أربع درجات منها أعلى درجة هي درجة حسن الإسلام ولذلك هو ربع آه بس أعدى ربع في الإسلام اللي هو حسن الإسلام وده شيء مهم لازم نعرفه ويمكن الربع ده اللي هو من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه ده اللي بيكمل جنبات الإسلام ده اللي بيتمم المعنى وزيك هذا الحديث هو المتمم لبنيان الإسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وعلى فكرة احنا لازم نفهم الحديث ده بشكل تاني خالص انتوا دايما بتسمعوني وأنا بقول ان أنا عملت دراسة كده ما بين تلمزتي وبين ناس على الأقل عينة تصل إلى 300 شخص وكنت بحاول بقدر إمكان أسألهم انت بتعيش حياتك من يومك قد إيه فكانت النتيجة نتيجة مفسعة شوية عارفين احنا بنعيش قد إيه من يومنا بنعيش 4% حياتنا احنا و96% بنعيش حيات الناس هو فلان قال عني إيه فلان كان قصده بالكلام ده إيه فلان شايفني إزاي أنا فعلا فلان ده بيحبني ولا ما بيحبنيش هو اللي أنا عملته ده هيأثر في قلب فلان ولا لا واخد بقى من ده كتير فإيه اللي حاصل 96% بنعيش حيات الناس أنا أقول لكم حاجة أنا في كتير من أحيين بمسك بناس هو عايش حيات ابن عمه اللي كان والده بيقرن بيه وفي بنات عايشة حيات بانتخالتها اللي أمها كانت بتقارنها بيها آه بس ده وات إيه اللي حاصل ده مش من حسن إسلام الإنسان حسن إسلام الإنسان هو أن أنت تعيش حياتك بأقدارك بهباتك بمدد ربنا لك أنت ساعتها مش هتنشغل بحياة الناس ولا بأمور الآخرين يبقى إيزا إحنا يا أهزين نخرج من هذا الضيق الضيق الأربعة في المئة إلى المئة في المئة وعشان كده الناس بقى ليه بيوتح لهم أنهم ما يعيشوا حياة بعض شوف بقى إحنا كنا مستورين كتير من الناس كانوا مستورين حياتهم ما حدش عارف عنها حاجة لغاية ما جاءت السوشيال ميديا وبقيت الناس حياتهم مطروحة على صفحات السوشيال ميديا وعلى منصات السوشيال ميديا وده معناه إيه؟ معناه بقيت الفرصة متاحة أن الناس تعيش حياة الناس وياما ناس قلوبهم كسرت عشان أهم ما كانوا عايزين يعيشوا الصور اللي هو الجميلة الباهرة اللي بيشوفوها دي آه لا الصور دي ليس من حسن إسلامي أن أدخل نفسي في هذه الصورة ده مش من حسن إسلامي دي من صورتي حتى لو الشخص ده بيتكلفها وبيعملها عشان الناس تغير وتعيش بقى آه لا ده لا يعنين عارفين الإنسان المنشغل بما لا يعنيه؟ ده وليعيزه بالله؟ محروم محروم من إيه؟ محروم من حياة كتير محروم ومخزول وبيضيع عمره اللي أول ما يسأل عنه العبد يسأل الله سبحانه وتعالى عن عمره ولذلك بيقول سيدنا الحسن البصري شوف بقى الكلام الصعب ده من علامات أعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه يا الله طب ليه؟ ليه هذا الكلام الصعب ده؟ ليه الإنسان المنشغل بما لا يعنيه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى معرض عنه قال له لأن الله سبحانه وتعالى لما قدر له قدره ولما وهبه رزقه ولما دبر له حياته دبر له حياته ليبقى بالقرب منه يبقى ربنا لما دبر لنا حياتنا وجعل في حياتنا ما يعنينا قال ما معنى أن أنشغل بما يعنيني؟ أن أدخل على الله سبحانه وتعالى من باب الذي ارتضاه لي آه ربنا ارتضى للباب ده وربنا ارتضى للرزق ده وربنا ارتضى للحياة دي فأدخل على الله سبحانه وتعالى لا واحد منشغل بما لا يعنيه آه ده هو أعرض عن الله فأعرض الله عنه ولذلك لازم نفهم ده آه صح من علامات إعراض الله سبحانه وتعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه إزاي فاكرين الحديث التلاتة اللي جمعوا إلى مجلس العلم فواحد اقترب ودنى وواحد استحى فجلس في حيث انتهى به المجلس واحد مشي وسامل مجلس العلم فحضرت النبي قال أما هذا فدنى فدنى الله منه وأما الثاني فاستحى فاستحى الله منه وأما هذا فأعرض فأعرض الله عنه يبقى إلا حاصل وأعرض أعرض عن إيه أعرض على أنه يروح يتعلم والشخص اللي بيهتم بما لا يعنيه أعرض عن الله لأنه وكأنه أعرض عن أن يتعلم في مجلس علم التدبير إن ربنا سبحانه وتعالى بيدبر أموره فأعرض عن الله سبحانه وتعالى أعرض لما إيه لما انشغل بما لا يعنيه لأن الله لو كان يرى ويعلم أن أن ما لا يعنيك فيه خير لجعله يعنيك دائما أقول لأحبابي كده لو كان ما لا يعنيه فيه خيرك لجعله الله يعنيك يعني لو أن الله سبحانه وتعالى علم في هذا خير لك لماذا لكلفك به ولطلب منك أن تسير في هذا الطريق لكن إن أنت تنشغل بدين الناس وتنشغل بأفعال الناس وتنشغل بأن لهؤلاء الناس أصحاب أخلاق ولا مش أصحاب أخلاق والحكم على الناس طول الوقت هذا لا يعنيك وعشان كده تعالى نتأمل كده قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء إذا في حد مسلم وحد محسن في إسلام الإحسان هو الجمال في الإسلام يعني خليك حسن الإسلام وإسلامك يكون إسلام جميل وكامل وده يكون بترك ما لا يعنيك لأن ترك ما لا يعنيك ليس فيه الجمال إن الله كتب الإحسان على كل شيء يعني أنت وماشي في طريقك وإنت ماشي في الطريق المستقيم اللي هو يعنيك هتجد الجمال طيب وإذا تركت ذهبت إلى القبح إيه قبح إيه؟ إن أنت تقارن قدر الله فيك بقدر الله في الآخرين لا يعنيك إن أنت تضع سيناريو للحياة هذا لا يعنيك هذا لا يعنيك إن أنت تقول إن ده السيناريو الأفضل وإذن زيك من انشغل بما لا يعنيه شوف بقى الخزلان واحد انشغل بما لا يعنيه إنه ينشغل بإيه؟ بإني والله الأقدار دي كانت لو كانت غير ذلك اللي كانت أحسن فيإيه اللي يحصل؟ فيحصل له سخت طيب واللي ينشغل بما يعنيه يرضى ومن رضي فله الرضى ومن سقط فله السخت آه طيب كده المسألة بينة أوي إن الإنسان المنشغل بما لا يعنيه بيفتح على نفسه أبواب الشر يفتح على نفسه باب الشر السخت باب الله نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ هو ينشغل بما لا يعنيه ويفتكر إن مسألة الصحة صحته والفراغ وقت دي يفعل فيه ما يشاء يضيع عمره وعشان كده عارفين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيقول فيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يعني إيه؟ يعني فليقل خيرا ده ما يعنيه أو ليصمت إذا كان الأمر لا يعنيه يعني إيه؟ لازم الإنسان يدرك وأن النترك ما لا يعنيه هو الحفاظ على حياته هو الحفاظ على قلبي هو الحفاظ على نقاء روحه هو الحفاظ على عقله من التشتت والضياع عارف كثير من أولادنا لما بتخرجوا من الجامعة يحصل لهم تشتت ليه؟ عشان بينشغلوا بما لا يعنيهم ليه؟ أنا منشغل الآن بإننا أخذ بأسباب النجاح وأسباب السعة في الرزق إيه بقى يحصل إيه؟ في ترتيب إيه؟ وإزاي هوصل لأهدافي وأحلامي؟ خذ بالأسباب الإنسان العاقل الذي ينشغل بما يعنيه يبذر الحب ويسقي الحب ويقول يا رب لكن لا يعنيك أن أنت لازم تحصل النتائج نتائج بيد الله وكم من الناس هلكوا لأنهم مصرين أنهم يصنعوا النتائج أنت عليك أن أنت تأخذ بالأسباب لا يعنيك أن أنت لازم تصنع النتيجة فتعيش أن أنت مطمئن إيه؟ راضي بما يجريه الله عليك وعشان كده مش لازم بقى الستات اللي بتشعل الخناءات والأصدقاء اللي بيسخنوا أصحابهم عشان هما نتكلم معاهم في كلام كتير ملوش لازمة هذا لا يعنيني يبقى فتح أبواب الأبواب للأصدقاء اللي يغيروا الصدر أو الستات بلاش ده بلاش أياتها الزوجة أن أنت تسمع للستات دول سماعك لهم ولأخبارهم ولحكويهم اللي هي في الحقيقة تخوفك وتخليك يقلقان على مستقبل أسرتك هذا لا يعنيك عارفين كمان على مستوى الأسرة لو كل واحد ترك ملاعني هتحسوا أن الدنيا سهلة وأن المشاكل والخناءات بتقل في الأسرة وفي كل مكان حتى في العمل لأن وقتها يكون إسلام إسلامنا إسلام حسن ترك ملاعنيك مش بس في الكلام ده في النظر وفي المشي ما بين الناس وفي الجلوس والسؤال ده أنا هارا بيض يعني بالله عليكم ومشوفوا الأسئلة اللي بتحصل في حياتنا وتعرف إزاي ما يعنينا بيكسر قلب الناس ده ممكن حاجة لا تعنيك تكسر قلب حد وتأذيه أنت ما تجوزتش لغاية دلوقتي ليه؟ لا يعنيك أنت ليه يا ابني أنت ليه يا ابني عامل كده؟ لا يعنيك أنت يا ابني أنت ليه أنت ليه ما بيفكرش في الجواز؟ هذا لا يعنيك إلا أن أنت تكون عايز مقدم له حل لكن في أسئلة كتيرة جدا جدا يا بنت أنت مش كبرتي كده؟ أنت كده مش فاتك القطر؟ أنت يا ابني إيه كل الأسئلة دي؟ ونزلك إيه اللي حاصل؟ فاكرين حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين كانوا قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم يبقى كده كله بيدخلنا على ما يعنينا عشان كده بيدخل تحت مالا يعنينا الحرص على ما ليس فيه نفع والحرص على أمور الدنيا وسفسافها وتفاصيل الدنيا التي لا تعود بنفع لكن الحرص على الآخرة هو ما يعنينا ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول احرص على ما ينفعك هنا بقى تبقى ويادي وتعالوا نقول شوية حياتك كده عشان تعرف أنت مهتم بما لا يعنيك ولا لا أنا أقول لك أربع علامات إحنا المفهوم الصحيح اللي يأكد لك أنت مهتم بما يعنيك هو أن تهتم بما أقامك الله فيه إيه علامات إن أنت مهتم بما يعنيك ومهتم بما أقامك الله فيه أربع حاجات أول حاجة أن تهتم بما فيه انشراح لصدرك انشراح لقلبك وصل لقلبك يبقى أول حاجة أن تهتم ما فيه يسر في دربك يبقى تهتم بما فيه انشراح في إيه؟ في قلبك أن تهتم بما فيه يسر في دربك أن تهتم بما فيه قرب من ربك تهتم بالأشياء اللي بتقربك من الله سبحانه وتعالى الحاجات اللي كل ما تعملها تزداد إيماناً وتزداد تقوى الأشياء اللي فيها استقامة الحاجة الرابعة أن تهتم بما يسرك الله له يعني إيه؟ تهتم بالحاجات اللي فيها قدراتك تهتم بالحاجات اللي فيها مهاراتك تهتم بالحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى بسط لك المدد فيها لو أنت مهتم بالحاجات اللي فيها الأربع على مادي نبقى أنت بتهتم بما لا يعنيك بما يعنيك تهتم بالأشياء اللي تجد فيها في انشراح قلبك تهتم بالأشياء التي يسرت لك في دربك تهتم بالأشياء التي تقربك من ربك وتهتم بالأشياء التي رزقك الله سبحانه وتعالى من مدده ومن فتحه فماذا؟ ففتح عليك من إيه؟ من الخير والبركة بفضله سبحانه وتعالى إذا عملت الحاجات دي وانشغلت بالحاجات دي فأنت منشغل بما أقامك الله فيه وإنت منشغل بما يعنيك خلي بالك أنت ما يعنيك هو أن تكون دائما مترقي ما يعنيك دائما أن أنت تخطو إلى الأمام ما يعنيك أن أنت تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن رب العزة من أتاني يمشي أتيته هرولة الذي يعنيك هو أن تقبل على الله الذي يعنيك أن تخرج من ضيق الدنيا إلى ساحة رب العالمين الذي يعنيك هو أن تخرج من سواد الكلام إلى حلو الكلام دائما الذي يعنيك أن تخرج من القبيح إلى المليح أن تخرج من صحبة من صحبة من يدلك على الشر إلى صحبة من دلك على كل خير صحبة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو ده ما يعنيك ما يعنيك مش أن تجلس في أي مجلس ولكن الذي يعنيك هو أن تجلس في مجلس تستحضر فيه نظر الله لك وتجلس في مجلس يملأ قلبك نوراً وتستحضر في مجلس يملأك خيراً ومعرفة بالله سبحانه وتعالى هو ده ما يعنيك لكن لا يعنيك أن تجلس في قيلة وقال لا يعنيك أن تجلس في وأنت تضيع المال ولا يعنيك أن تكثر السؤال أن تكون دقيقاً في السؤال أن تسأل عما يفتح لك باب حضرة مولاك هو هذا ما يعنيك يبقى أصول الأربعة اللي احنا قلناه مع العلامات دي هي اللي تفتح علينا باب مولانا يا رب جعلنا على الدوام من أهل الانشغال بما يعنينا حتى نكون في حضرة بارينا ودائماً يكون ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يأوينا عندما نكون من أهل الحسن ومن أهل الجمال في حسن الإسلام لأن الله جميل يحب الجمال أكرمنا يا رب بأن نكون دائماً من أهل جمال الحياة بأن نحرص على ما يعنينا وأن نترك قبح ما لا يعنينا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نجيب على أسادتكم المباركة التي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليه أسئلتكم المباركة وتفتح لنا جسر عشان تفضل مجالس العلم توصلنا بالله سبحانه وتعالى ويفضل هذا باب من أبواب الزكر اللي نسأل الله سبحانه وتعالى لنواي ديمه على قلوبنا ونفضل دائماً موصلين بربنا سبحانه وتعالى أول سؤال وصلنا بيقول أنا علي دين دي أحد أفراد أسرتي فأي يوم أولى دفع الزكاة أم سداد الدين طبعاً والسؤال كده مش هيبان والسؤال محتاج شوية تفاصيل كده هو دلوقتي واحد عنده عليه دين لو دفع الدين ده مش هيبقى عليه زكاة طيب الدين ده حل ولا مؤجل بالمناسبة الديون لما تكون حلة الفلوس اللي هي بتاعت الديون دي لو هي معايا كأنها مش بتاعتي أنا لازم أروح أبادر وأسارع ها ماذا؟ أسارع بأعطاء الدين لأن مطلو الغني ظلم فأنا لازم أروح بسرعة أسدد الدين ومسألة الدين دي من حاجة مهمة جداً ليه طيب؟ عشان أموال الناس والناس ما تأكلش أموال الناس بالباطل فعشان كده أنا لو عليها دين أنا أسارع بأن أنا أسدد الدين سأسارع شوفوا شوفوا المسارعة في استزدد الدين الدين ولا الحج؟ لا الدين فعشان كده لما يجي حد يروح الحج لازم يستأزم من الرجل ليه دين لو كان الدين ده مؤجل إن هو يأذنه إن هو يروح يدفع الأموال في الحج نوزع المراسة ولا الدين الدين الأول يتوزع المراسة قبل إيه؟ يتوزع نسدد الدين قبل المراس يبقى إذن الشرع الشريف جعل الدين مقدم دائماً ليه؟ لأن الدين ده مش مال ده مال صاحبه مال الذي أعطاني هذا المال لو كان الدين ده والدين إيه؟ حال لو كان الدين مؤجل خلاص لما ييجي وقته يبقى أنا لازم أعطيه فهو أنا دلوقتي لو أعطيت الدين ده مش هيبلغ المال للنصاب بيحصل ياه بيحصل كتير لو أعطي لو سدد ديني المال مش هيبلغ النصاب أعمل إيه؟ أسد الدين ما دي صورة المسألة ما ما ينفعش يبقى الخيار ما بين دفع الزكاة وتسديد الدين إلا إذا أنا أسددت الدين فما بلغش النصاب لا أسدد الدين أسدد الدين ليه؟ لأنه حق للآخرين وده مال صاحبه لما ييجي المال يبقى يحل خلاص المال ده بتاع صاحب الدين ده وينفعش إن أنا أتأخر أنا لازم أسدد الدين ده يبقى أنا لو علي دين ده أحد أفراد أسرتك وفكرة إنه هو الدين ده لأحد أفراد أسرتك إيه وها تعمل كده؟ إحنا عندنا يا سادة الزمن مالية مستقلة حتى بين الرجل وزوجتي حتى ما بين الأب وابن ده زمن مالية مستقلة يعني أنا لو لزوجتي علي دين هيبقى نفس الحكاية لو لأخي لي علي دين هيبقى نفس الحكاية لو عمي لو خالي لو أي حد أسدد له دينه ليه؟ مش مفترض إن إحنا لما يبقى بيننا ديون وإحنا أهل أسرة واحدة مش الأساس إن إحنا نتنازل عن ديوننا آه ده مش فرض على ده مش فرض على أهل الأسرة لأن ده قد إيه؟ لكن لو حد عمل كده آه ولا تنسوا الفضل بينكم هيبقى ده فضل يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى إحنا ببساطة خالص المسألة واضحة يبقى أدفع الزكاة عشان المال ده هيبلغ النصاب ولا أسدد الدين والمال ما يبلغس في النصاب ومخرجش زكاء لا أسدد الدين يبقى أنا أعمل إيه؟ أسدد الدين لأن الشرع حث على تسديد الدين وجعل وجعل الامتناع عن تسديد الدين وأنا معي مال لهذا الدين نوع من أنواع الظلم وأكل أموال الناس بالباطل عشان كده يبقى أسدد الدين أولى ساعتها مش أولى ده يبقى واجب واجب علي أن أنا أسدد الدين مدام الفلوس ديت معايا فأنا الواجب علي أن أنا أسدد الدين السؤال التاني يقول أنا يا شيخ أحبك في الله وأنا كمان أحبك في الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل ده في ميزان حسناتك واجعلنا إن شاء الله ممن جمعهم الله سبحانه وتعالى على منابر النور يوم القيام أتمنى أن تدعو لي دعوة بظاهر الغيب بصلاح الحال أنا أدعي لك دلوقتي ويأمن معايا السيدة المشاهدون وبعد كده إلي حاصل أدعي لك كمان بظاهر الغيب إن ربنا سبحانه وتعالى يريح إن الله سبحانه وتعالى يهدي بالك وإن الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك وإن الله سبحانه وتعالى يزيل هماك وإن ربنا سبحانه وتعالى يوسع رزقك وينزل عليك من ألطافه وكرمه ومدده ما يجعل قلبك مشرقا بالسعادة ويجعل حياتك في هناء ويجعل حياتك في سعادة ويجعلك من أهل النور وينزل عليك من أسباب السرور ما يفتح عليك أن تدخل حضرته وحضرة الغفور سبحانه وتعالى ويوسع عليك ويجعلن معك في هذا إن شاء الله ويبارك عليك في كل وقت وحين ويصلح حالك حتى ترى ما أجراه الله سبحانه وتعالى لك من أنوار في أعمالك يا رب العالمين السؤال بعد كده بيقول ما حكم الشرع في نشر الإشاع إذا تأكد أنه هو من أطلقها آه دي وقعا دي دوة شخص بيمشي بين الناس بالنميمة أو بيمشي بين الناس بالكذب الإشاعة كذب مع نميمة مع أشياء كثيرة جدا 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 وعشان كده هي إزاي تبقى كذبه في نفس الوقت نميمة إنه في الحقيقة هو بيتكلم في الناس فهي من جهة إنه هو بيتكلم في الناس وحتى لو ما كانش فيهم يبقى دوة ولا عزو بالله غيبة ونميمة ومن جهة إنه هو بيكذب هو أطلق إشاعة لم يتثبت منها ده هو كمان بيقول إيه إنه هو اللي صنع هذه الإشاعة فبيقولك إيه حكم الشخص ده حكم وجوب التوبة وهو قد ارتكب كبيرة الكذب كبيرة الكذب كبيرة الكذب كبيرة ونزاك إيه حاصل كيبنا من إنه هو كبير حادث النبي صلى الله عليه وسلم قال له أيا كذب المسلم قال لا تخيل كده الكذب قدام إيه قدام السرق قدام الزنا الكذب لا فدل على إن ده كبيرة 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 ونزاك إيه حاصل إيه حكمه إنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويبكي على خطيئتي ويندم ويعزم على أن لا يعود إلى مثل هذه المعصية أبدا لأن هذا الكذب ولا هزو بالله يه إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار أعوذ بالله فأنت لازم لازم تبتعد عن الكذب إذا هو عرف إن الإشاعة إن هو اللي عمله ده كان كذب وهو اللي أشع ده لابد أن يقلع عن ده إيه اللي حاصل في كتاب من الأحيين الواحد يعمل حاجة كده وهو يقول والله أنا ظن أنه كده فيطلق الكلام ويطلقه على إنه يقين أنا والله شفت فلان وهو بي ولا عزب الله وهو بيسرق فلان طبع أنت شفته والله أنا حاسس أنه ممكن يكون هو اللي سرق أنت شفت لا آه دي كذب دي لأن أنت خليت نفسك تشوف ما لا ترى إذا جعلت نفسك ترى ما لم ترى فأنت من الكاذبين ولذلك الأساس في مسألة الكاذب كمان مش بس بحديث رسول الله عنه في الحياة كلها من حدث بحديث ودوات خاص بروايتي عن رسول الله عنه من حدث بحديث يرى وفي رواية يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكاذبين فلزاك اللي حاصل فليقول خيرا أو ليصمت إذا كنت أنت مش متأقن من هذا الخبر فلا تنقله فإذا نقلته كنت مشاركا في الكاذب أو كنت صانعا للكاذب زي حالتنا دي دلوقتي طب صديقنا ده يعمل إيه بقى؟ الشخص ده اللي هو نقل الخبر وهو اللي كان صانع الخبر ده وبعدين تأكد الخبر يبع عليه ثلاث واجبات الواجب الأول أنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى الواجب التاني يبين للناس يقول للناس الخبر ده كاذب وأنا بعتذر ويعتذر ثم بعد ذلك إيه اللي حاصل؟ يضع حاجزا بينه وبينه ممارسة هذا النوع من الكاذب لأن في بعض الناس اللي حاصل يعمل حاجة ويستمر يستمر إزاي؟ يستمر يتتبع الأخبار عشان يرجع سمعته اللي راحت لما اعترف إنه ده كان كاذب لا ما تمشيش في السكة دي تاني لأنه لو مستش في السكة دي تاني هذا يطعن في حسن توبتك ومن حسن إسلام المرء حسن التوبة حسن التوبة بالشروط اللي إحنا ذكرناها دي إيه اللي حاصل؟ طب والشائعات في حق للمجتمع وفي حق للناس لازم ترده لازم تكذب الشائعة إيه ده؟ يعني مش أتوبه بس؟ لا 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 في الشائعات لابد أن تبين جزء من توبتك إن أنت تبين أن هادي إن هادي كذب وإن أنت بتعتذر إن أنت نشرت شيء وإنت ما تثبتش منه لأن ياما بيوت خربت وياما مجتمعات اترعبت وياما ناس اتأذت من شائعة اتعملت ولذلك إنت أصلا لابد أن تتخلص من حق الناس عليك لأن جزء من التوبة رد المظالم فدد وقت ظلمت الناس اللي إنت رعبتهم وخوفتهم وروقت لهم إشاعة كاذبة فإنت لازم تكون مبين لهم إن هم ما خافوا منه وده كان وهما لو أصريت على ده وأصريت إن أنت ما تبينش ده أنت لم تحسن التوبة عايز تحسن التوبة يبقى أول حاجة تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفر الله سبحانه وتعالى ثم تبين هذا الخطأ ثم تجعل حجابا وحاجزا بينك وبينها أن تقع في هذا مرة ثانية السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزايك عامل إيه يا شيخن الحمد لله نعم وفضل الحمد لله كلمنا عن صبر الزوج على الزوجة وصبر الزوجة على الزوج وكذاك الله خيرا ده محتاج إن احنا نعمل لها حلقة من حلقات إما من حلقات أصحاب السعادة أو من حلقات كمان إن احنا نجعلها من حلقات توافق وسعادة بس خلينا نقول كده مسألة صبر الزوجة على الزوجة وصبر الزوجة على الزوج هذه ليست منا هذه حقوق من حق الزوجة على الزوج إن هي إن الزوج يصبر عليها وإزايك بالأمر كده حضرت النبي قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها الآخر يعني إيه ما بين سخط وكره لخلق وما بين الرضاب خلق أخر بيعبر بالسلام بيعبر بالصبر يبقى يعبر من ده إلى ده بالصبر فلازم يصبر فالصبر واجب الصبر صبر أو حديث رسول الله عليه وسلم بما أنهم في نهي عن الهجران بسبب صفة يبقى هنا أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا الصبر فالصبر ليس طرفا الصبر على الأزواج صبر الأزواج على الزوجات ليس طرفا ليس خيارا لكن إمتى بقى بيحصل الفراق لما الواحد يقول مش قادر لا أستطيع لكن إذا كنت تستطيع فليس من حقي قال لا تصبر بل يجب عليك أن أنت تصبر إبقى صبر الزوج على الزوج واجب وصبر الزوج على الزوج واجب إلا إذا كان لا يستطيع ونزاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جات له المرأة وهي بتتكلم بتغطل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها بالفراق هي قالت له كده ولكني أكره الكفر بعد الإيمان يعني مش قادر لكن طالما أنت قادر فللصبر ويبقى إيه وده المين اللي حدده بل الإنسان على نفسه بصيرا طول ما أنت قادر تصبر كمل لكن عادي جي نفسك لما مرأة بالسوق تجي تقولك إيه ببساطة خالص تقولك أنا لا أستطيع أنا كرمت تهانت وأنا خلاص وبعد ما نمشي نعد أنامل الإيه أنامل الندم على إن إحنا ما صبرناش يبقى كده عشان كده الله سبحانه وتعالى من لطفه بنا أوجب علينا الصبر على الأزواج يصبر الزوج وتصبر الزوج ولذلك ما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئيم ولذلك وعاشرهن بالمعروف ولذلك ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يبقى إذن كل ده بيقول إن إحنا لازم نصبر على بعض إحنا في وقتنا ده عندنا أفات كتيرة منها مثلا جواز التجربة جواز التجربة ده يكاد يكون حرام إزاي؟ إحنا نجوز بعض فنجرب بعض وإذا ما نفعش يعني مزاجنا ما تبسطش إحنا ما تبسطناش قال لا 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 ده ولا عزو بالله ده نوع من أنواع عدم تعظيم شعائل الله نوع من أنواع التعدي على حرمات الله سبحانه وتعالى الجواز مش تجربة لو ما تبسطش تطلق الجواز ميثاء غليظ الجواز ده لازم يكون جزء من أجزاء الصبر عشان نقدر نذوق حلاوة واجعل بينكم مودة ورحمة يا رب جعلنا دائما من أهل الصبر حتى نرى نعمتك وحتى نكون من أهل مددك وحتى نكون من أهل توفيقك وسدادك يا رب العالمين اجعلنا يا ربنا في رضاك واجعلنا في حماك واجعلنا ممن ينشغلون بما يعنيهم ويتركون ما لا يعنيهم حتى نكون في عين الرضاك وحتى نكون في عين رحمتك وحتى نكون في عين جمالك يا جميل جمل أخلاقنا بالرشد وبالاتزان واجعلنا من أهل الإحسان بأن نهتم بما يعنينا وأن نترك ما لا يعنينا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ارحمنا بالجمال والإحسان يا أجمل من سئل ويا عوننا ويا كرمنا أكرمنا لوصلك على الدوام يا رب العالمين